طرحوا مشروع المنتدى الإعلامي تحت تصرف الصحفيين لقاء نظمه المجلس الإسلامي الأعلى بغية جمع الإعلاميين لطرح إنشغلتهم واقتراحاتهم لتسهيل مهامهم نتمنى أن نوصلوا إلى المستوى الذي تعرفوا بهذا المجلس هو مجلسكم أنتم المجلس تحتكم أنتم دائماً في الفلسفة مديرية الإعلام في المجلس الإسلامي الأعلى الفلسفة تقوم على أن الصحفي هو شريك للمجلس ودائماً أننا نعتمد حتى اللغة في التواصل مع بعضنا على أننا نقول للصحفي أنه لما نبعث عننا خبر ولا عننا نشاط نقول دائماً أن الصحفي نقوله تعال رافقنا مش روح غطينا ما نتحصلوش على المعلومة أنه مشكلة في الحصول على الخبر المرات ننقلوه الخبر يجينا ماهوش صحيح وموش كامل وموش مفصل ما نقدروش نخدمه خدمة جيدة اقتراح لقيا ترحيباً واسعاً من طرف الإعلاميين خطوة كان لابد منها لتمكينهم من التطور في مجالهم وتمكينهم من العمل داخل المجلس بكل أريحية وحسب النقاس الذي ضاره أنه سيكون فضاء مفتوح للإعلاميين من خلاله أنه المجلس الأعلى يفتح كل خدماته للصحفيين والإعلام صفة عامة يعرفه على من هو المجلس الإسلامي الأعلى وأيضاً يوفر فضاء عمل مريح إلى كل الصحفيين من أجل أن يؤدي كل مهامه في جو حسن وملائم بالنسبة للتأسيس لمنتدى إعلامي وهي فكرة المجلس الإسلامي الأعلى فكرة مشكورة لها لأنها ستسهل من عمل الإعلامي كل ما من شأنه يعني هذا بنظري الخاص وكإعلامية كل ما من شأنه أنه سهل عملنا إيصال المعلومة للمواطن الجزائري نحبذ هذا الأمر ونثمنه بك تسهيلات مثل هذه لا بد أن تقام في مختلف المجالس والمؤسسات الوطنية التي تعتبر مصدراً أساسياً للإعلاميين فالصحفي الجزائري يعاني في كل مرة من مشكلة تعرقل مهامه ترجمة نانسي قنقر